اشتركوا في القناة وانه الفجور المالي وعلى الدولة منع هذه الجريمة الموصوفة طلب وزير الخارجية الجزائري من جامعة الدول العربية انهاء تجميد عضوية سوريا واعادة تمثيلها مجددا في اجتماعاتها ونشاطاتها واعتبر ان غياب سوريا تسبب بضرر كبير للجامعة والعرب داعيا الدول العربية الى الدفع نحو اعادة عضوية سوريا وعملها على عودة دمشق لجامعة الدول العربية سجلت الصين 116 وفاة جديدة و4823 اصابة بكورونا في هوبي وبذلك ترتفع عدد الحالات المؤكدة بالفيروس الى 51926 حالة وزارة الصحة الصينية اعلنت من جهتها عن وفاة 6 من عناصر الفرق الطبية واصابة 1716 بفيروس كورونا اخيرا حذرت منظمة الصحة العالمية من ان الاصابة بفيروس كورونا الجديد قد تطال ثلثي سكان الارض ونقلت وكالة بلومبرغ عن الرئيس المشارك في مركز احصائيات الامراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الامريكية بان اجراءات الحجر قد تبطئ تفشي الفيروس لكنها لن توقف لانه تمكن من التسلل الى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الاجراءات ولفت الى ان كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين او ثلاثة اشخاص الموجز انتهى والان العودة من اشواك الاخبار الى ورود المحبين ومن افضل من مروان حيدر وباسكال ليتابعا معا الحديث عن يوم الحب والورود الحمراء شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة